بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم موضوعنا اليوم البدانة لدى الأطفال واليافعين الأسباب والوقاية محدثكم الأستاذ الدكتور عبد المعين بن عيد الأغا أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء بمستشفى الجامعة وكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز هذه المحاضرة موجودة على موقع aagha.kau.edu.sa عندما نتحدث عن الأسباب المؤدية إلى البدانة الكثير من الأسباب حقيقة موجودة ومن أهمها الاستعداد الجيني الوراثي قلة الحركة وكثرة الاسترخاء والجلوس الطويل الخلل الهرموني الغذاء الغير صحي التوتر النفسي والقلق العقاقين الطبية وحديثا تحول المكروبات المعوية النافعة التي خلقها الله إلى ضارة جميع هذه العوامل قد تؤدي إلى حدوث البدانة تدزايد نسبة البدانة وفرط الوزن بين الأطفال والمراهقين بشكل وبمعدل ينذر بالخطر مما يؤدي إلى زيادة حدوث الأمراض المشتركة مع البدانة مثل المضاعفات الجسدية ونخص بالذكر النمط الثاني من داعي السكري مع مقاومة الإنسولين ارتفاع ضغط الدم اتشحهم الكبد الدهني زيادة نسبة الدهون في الدم أمراض المفاصل وكذلك المشاكل النفسية والاجتماعية مثل الاكتئاب النفسي القلق العنف والتنمر من خفاض لداء المدرسي هذه كلها أو بعضها من المشاكل التي يتعرض لها الشخص البدين سواء كان طفلا أو شابا أو بالغا ارتفاع معدل زيادة الوزن خلال مرحلة الطفولة أصبحت ظاهرة عالمية مزعجة يتقدر نسبة زيادة الوزن والبدانة لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية عدود 25% بمعنى طفل لكل أربع أطفال يعاني من زيادة الوزن أو البدانة محليا في المملكة العربية السعودية الأحصائيات تشير إلى أن 70% من المجتمع السعودي يعانون من السمنة وزيادة الوزن بين المواطنين 50% منهم أطفال 50% هذه تشمل زيادة الوزن وبدانة ليس بدانة فقط زيادة الوزن مع بدانة 50% و36% من 70% يعانون من سمنة مفرطة ما وضح الأسباب التي ذكرت في جريد وعكاب بما يخص هذه الشريحة من المجتمع السعودي الأسباب المؤدي إلى ذلك رقم واحد الدراسات أثبتت عن الغذاء والنشاط البدني في المدارس لدى الأطفال سيء جدا بمعنى أن المقاصف في كثير من المقاصف المدرسية لربما ليست تحت الرقابة في بيع الغذاء الصحي الجيد كذلك حصص النشاط البدني ليست كافية لتقليل نسبة البدانة لدى الأطفال كثرة المطاعم الوجبات السريعة المنتشرة في المملكة العربية السعودية اعتبار الطعام من وسائل التحفيز والتشجيع يعني بمعنى أن الأهالي عندما ينجح طفلهم أو يعني يعني يجيب شيء طيب يكافوا بحلاوة بشوكولاتة بذهاب إلى المطعام بحفلة مليانة بالوجبات السريعة أو الوجبات الكثيرة بين السعرات الحرارية الكسل واعتماد على الآخرين قلة اللعب الحركي وزيادة الجلوس أمام الأجزاء الأكتبونية هذه العوامل حقية التي ذكرت في المملكة العربية السردية المسببة إلى السمنة هناك الدراسة أخرى محلية من جامعة الملك سعود عندما هذه دراسة شملت أوزان 19 317 طفل وشاب من 2000 عمرية ما بين 5 إلى 18 عام وتبين أن 23% من هذه الشريحة يعانون من زيادة الوزن وتسعة في المية يعانون من البدانة واثنين في المية يعانون من البدانة المفرطة وهذه الدراسة حقيقة مشرت قبل عدة عوام في المدلات العالمية العوامل الموضوع للبدانة رقم واحد العوامل المحيطة بالولادة فالدراسات أثبتت أن المولود الذي يولد لأم سمينة أو أم زاد وزنها خلال الحمل بشكل ملفت يكون هناك برمجة داخل الرحم لهذا الجنين لحدوث السمنة مستقبلا هذه دراسة بريطانية لقيت أن الأمهات قبل ما يحملوا إذا كانوا سمينات أو خلال فتح حمل خصوصا الشرعول من الحمل زاد وزنه بشكل كبير هناك تغير في البرمجة الجينية لهذا الجنين واستعداده مستقبلا السمنة وخصوص ما بين عمر ثلاثة وخمسة سنوات إذن هذه الدراسة ننصح بها الأخوات اللاتي أو اللواتي يريدنا الحمل أن يعتنون بوزنهم قبل الحمل وخلال الحمل لا نقصد أن الأمهات ما يأكل الحوامل بالعكس نحن نشجع للغذاء ولكن الغذاء الصحي للأم الحامل وليس الغذاء المعتمد على الحلويات والمقليات مما له أثر على وزنهم ووزن أطفالهم مستقبلا كذلك الدراسات الحديثة أثبتت أن الأطفال الذين يولدون عن طريق العمليات القيصرية أكثر عرضة للسمنة مستقبلا عن الأطفال الذين يولدون ولادة طبيعية الرضاعة الصناعية تعتبر عامل خطرا للبدانة وهذه كثير من الدراسات الحديثة أثبتت أن الحليب الطبيعي الرباني سبحان الله يحمي من كثير من الأمور ومنها يحمي الطفل من البدانة سواء كان خلال العام الأول من عمره أو لاحقا خلال فترات الطفولة والحليب الصناعي على النقيط يزيد من خطر الإصابة بالبدانة على عمر العام الأول أو مستقبلا وهنا ننصح أخواتنا الأمهات التي أو اللواتي يرضعنا أطفالهم أن يحرصوا على الرضاعة الطبيعية وخصوصا في ستة شهور الأولى إن لم يكن العام الأول من عمر مولودهم طبعا من عمر ستة شهور يبدأوا بالأكل الإضافي بالإضافة للحليب ولكن الحليب الطبيعي الرباني لا يوجد أفضل منه ولا يوجد له نمط الحياة الغير صحيح الموجود حاليا لدى أطفال المملكة العربية السعودية وأطفال العالم كله أصبح حقيقة من أهم الأسباب البدانة لو نحن نظرنا إلى الأطفال السومان أو البدناء في جميع الحياة العالم وجدنا غالبيتهم يكثرون من الجلوس أمام شاشات التلفزيون شاشات الكمبيوتر الآيباد الآيفون البلاي ستيشن وغيرها من الأجهزة الإلكترونية هذه الأجهزة حقيقة ممتعة لدرجة أن الطفل لا يريد أن يتحرك ولا يريد أن يمالس الحركة مما أدى إلى ظاهرة أو انتشار ظاهرة البدناء الوجبات السريعة كذلك من أهم عوامل انتشار بدانة لدى جميع شرائح المجتمع صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم للأسف الوجبات السريعة غنية بسعرات الحرارية فعلى سبيل مثال المثال الذي أمامكم في الشريحة وجبة صغيرة من الهامبورغر مع قليل من البطاطس المقلي وكو من الببسي في 1610 سعر حرارية 1610 كثير جدا في وجبة واحدة هذه الوجبة أنا متكد الكثير من الناس أكلونها ما بين الغداء والعشاك كتصبيرة أو كحاجة عابرة السبيل وإنما هي ليست عابرة السبيل وإنما هي غنية جدا بسعرات التي قد تؤدي من الكثير منها إلى سمنة وسمة مفرطة العامل الوراثي إذا كان الوالدين كلاهما يعانون من البدانة فنسبة إصابة أطفالهم تصل إلى 90% يكون عرضة للاستعداد الجيني للسمنة 90% نسبة عالية جدا إذا كان كلاهما بدين وإذا كان أحدهما بدين نسبة الوراثة 30% أما إذا كان كلا الوالدين نحيفين فالإسعداد الجيني لأولادهم فقط 9% يعني تخيلوا من 90% الخطر للإصابة بالسمنة إلى 9% 9% إذا كلا الوالدين سمين و9% إذا كلا الوالدين نحيفين العوامل الجينية والجينات المؤدي إلى السمنة كثيرة جدا وفي الآون الأخيرة أكتشف حدود 200 جين مختلف يؤدي إلى السمنة لدى الأبضاء سعاد استخدام الأجهزة الإلكترونية وارتباط بالمدانة عامل قوي 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 جدا لا يستهان به ونرجو جميع العباء والأمهات الحرص على ما أوصد به الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عندما أوصد أن الأطفال أقل من عامين ممنوع جدا استخدام الأجهزة الإلكترونية وحقيقة نخص بذكر الأمهات كثيرين أمهات بدأنا يلهين أولادهن الصغار بالجوال عندما يبكون في الأطفال الغلم العامين إذا بكي تروح لهم تسكت وتعطي له جهاز الجوال وتشغل مقطع كرتون وهذه حقيقة ضار ضار جدا الأطفال ما بين عمو سنتين لخمسة سنوات ممنوع يستخدم أكثر من ساعة في اليوم هو الأطفال ما بين الفين عمرية ست وثمتاش عام أكثر شيء ما أسمح به ساعتين يوميا هذا ما وصف به الجمعية الأمريكية ضد الأطفال حفاظا على صحة الأطفال والشباب واليافعين الغداد الصمات تلعب دورا في السمنة ولكن أنت رأس تثبتت أنه فقط خمسة في المئة من اختلال الهرمونات له دور في السمنة وخمسة وتسعين في المئة بسبب نمط الحياة التي تم ذكره من سواء كان مجبار سريعة الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية وعدم أداء الحركة نحص بالذكر في الغداد الصماء زيادة هرمون الكورتزول وخصوصا في متلازمة أو الأطفال الذين يستخدمون هذا العقار بسبب أمراض منعية ذاتية أو روماتيزم أو حساسية شديدة فنوصي بقلة صدام عقار الكورتزول إلا إذا الطبيب معالج يعني أشار أنه لا يوجد بديل لعلاج الكورتزول كسل غدة رقية من الأشياء الضرورية أو من تحليل المهمة لأي طفل أو بالغ الذي سمن النجل له تحليل الغدة رقية نتأكد أنه لا يوجد كسل وكثير وكثير المهمة العزمات والغدد الصمات تلعب دور في التوتر والقلق النفسي وارتباطه مع البدانة حقيقة كثير من الأطفال عندما يتوترون ويكونون ضغط نفسي أو قلق نفسي يأكلون أكثر من بعنائهم وباللغة العامية ينفس عن نفسه بالأكل باللغة العامية أن هذا الطفل يأكل كثير كتنفيس مما يشعر به من توتر وقلق نفسي ونحن نعرف أن الأطفال حساسين كثير من الناس يحسبون أن الطفل ليس لديه حساسية وليس يشعر بالألم مثل كبير ولكن حقيقة دراسات أثبتت أن الطفل صحيح أنه لا يتكلم ولكن يعني يتأثر من العوامل الخارجية المحيط به وخصوصا لا قد الله إذا توفى أحد الوالدين أو كان طلاق بين الوالدين أو هناك مشاكل في التعلم في المدرسة أو مشاكل عاطفية فهذه كلها تثير الطفل وتجعله قلق ومتوتق مما يؤدي إلى زيادة وشراحة الأكل بعض الأدوية تزيد من شهية الأكل مثل ماذا كان أدوية المحتوية على الكوتزون ومضادات الأكتئاب ومضادات الصرع والأدوية النفسية كلهم يزيد شهية الطفل المايكروبات المعاوية التي تسمى باللغة الإنجليزية مايكروبيوتا خلق الله عز وجل المايكروبات الحيوية الدقيقة لكي تتواجد وتتكاثر في جميع أجهزة جسم الإنسان ونخص بالذكر الأمعاء الدقيقة تخيلوا في الأمعاء الدقيقة ربنا خلق تريليون تريليون مايكروب هذه تريليون مايكروب عشان حمايتنا لأن تخيلوا أن الله خلق مايكروبات عشان تحمينا من المايكروبات الخارجية التي تزينا لأن ربنا حط عندنا أجهزة كثيرة تحمينا لكن هذه الأشياء التي تحمينا المايكروبات المعاوية التي تحمينا يعني العلم الحديث ذكر أن هذه الميكروبات لا تحمي بس من الالتهابات تحمي الالتهابات والأمراض المزمنة هذه الميكروبات ستتحول إلى شيء زينة وشيء ضرنة إذا الإنسان عرضها لأشياء تحولها من نافعة إلى ضارة إيش الأشياء التي تحولها من نافعة إلى ضارة عندنا كثرة على سبيل المثال كثرة المراضات الحيوية والأكل الغير صحي المليء بالزيوت والسعرات الحرارية والحلويات والأشياء التي تنفحها بإذن الله الأكل الصحي والألياف والأكل التي لا يوجد زيوت ولا يوجد حلويات يعني الدراسات العلمية الحديثة قالت أنه الناس اللي يسمنوا بسبب أكل المعجبات السريعة والمقلية الحلويات بسبب عاملين أول حاجة هذه الأشياء الغير صحية مليانة سعرات حرارية الشيطاني سبحان الله قالت أنه حتى تأذي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء وتحولها إلى ضارة لما تتحول إلى ضارة تساعد وتساند حدوث السمنة السكر كميع الأمراض المزمنة منشأها من الأمعاء وحاجة نحن درسنا حكمة ونحن الصغار الحكمة للطباء اللي تقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وما كنا نعرف إيش معنا الحمي معدة بيت الداء كنا نعسب أنه بيت الداء فقط للإسهال أو النزلات المعوية حاجة العلم أثبت الموضوع أكبر من ذلك وأثبت أنه الأمعاء البكتيريا الموجودة فيها النافعة تتحول إلى ضارة عندما الإنسان ما يحافظ عليها ويأكل أكل غير صحي ويأخذ مضادات حيوية ما لها لازمة وهنا ننصح زملاء الأطباء بخصوص الأطباء الأطفال عندما ياتي الطفل عنده حرارة عنده حلق رجع ما هو دام نعطي المضادات حيوية كثير من الانتهابات تكون بسبب الانتهاب فيروسي والانتهاب فيروسي لا يعالج بالمضاد الحيوي فقط الانتهاب البكتيري هو يعالج بالمضاد الحيوي برضو صحة العم خلال فترة تتحمل تلعب دور في الحفاظ على هذه الميكروبات التقدم في العمر والأمراض مزمنة تغير كذلك من هذه البكتيريا النافعة مضاعفات البدانة كثيرة لا حسب لها لكن أهمها حقيقة مقاومة الانسولين والنمط الثاني وداء السكري ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الدهون اضطرابات النوم يعني اضطرابات النوم إن إنسان السمين ما يقدر ينام لما ينام ينخنق يشخر يقوم من النوم ما هو قادر يتنفس هذه مشكلة ضغط الدرابات النوم هذه مشكلة كبيرة لدى مرض السمينة تشحم الكبد الدهني متلازمة العيد وفي الإناث متلازمة تقيس المضاعد اللي تعمل لهم لخبطة في الدورة في سواد لما إنسان يسمن في كده سواد يظهر حول رقبته وفي الإبط وفي الفقدين ما بين الجانب الداخلي للفقدين هذا يسموه بالعربي الشواك الأسود وبالإنجليزي أكانثوس النقريكانس أكانثوس النقريكانس والشواك الأسود دي هذه مرحلة يسموها مرحلة ما قبل السكر يعني إذا ظهرت مع السمنة معنى كده إنه الطفل أو الشخص قد يصاب السكر قريبا عشان كذا أي واحد مننا سمين أو من المستمعين سمين يراقب نفسه هل ظهر السواد هذا أو لم يظهر إذا ظهر لابد مراجعة طبيب لأنه غالبا يكون عنده مقاومة لهربون إنسلين ومقاومة هربون إنسلين قد تؤدي قد تؤدي إلى السمنة إلى السكر من النوع الثلو كيف نقي أنفسنا من البدانة صغيرا وكبيرا أول وقايا وهم وقايا النهج الذي ذكر على لسان حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه شرا من بطنه يعني البطن يعني سبحان الله السيرة النبوية ذكرت اللي ذكروا لطباء بعد آلاف من السنين عندما قالوا أن معد بيت الداء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا وقال وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه إذن الحمية لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كذلك الآية القرانية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إذن هنا عندنا الواحد يأكل قليل ليش قليل ثلث ثلث بطنه والآية القرانية طيبات ما رزقناكم يعني الله عز وجل أي شيء أنبته فهو طيب النبات كله طيب يعني بمعنى الخضار والفواكه طيب وهو هذا نحن ننصح فيه أي واحد يبقى حياة سليمة حياة صحية نقول له أكثر من الخضار لأنه هي التي أنبتها الله عز وجل ما في أي خضار وفاكه مكتوب صنعة في جدة أو صنعة في مصر أو صنعة في أي دولة عربية أو غربية كل هذا صنع الله لكن المشكلة صنع البشر سواء من بساكيد أو حلويات أو أشياء صناعية هي اللي حاملت مشاكل للناس سواء كان سمنة أو مراد السكر والضغط كلها ناتجة عن صنع البشر لكن صنع الله الذي أدخن كل شيء خلقه أو من لبات وفواكه هذا حقيقة عمره ما يضر الإنسان وسبحان الله الله عز وجل يعني قال كله قال في كتابه يا أيها الذين أمنوا كله من طيبات ولم يقول الله عز وجل كله مما أرزقناكم قال كله من طيبات ما أرزقناكم بمعنى يعني الإنسان العاقل هو اللي لما يأكل يأكل شيء طيب 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 يعني أيش يعني ربنا خلقه الشيء ربنا خلقه فهو طيب الشيء الثاني من الوقاية الأم الحامل قبل ما تحمل صحة الأم قبل الحامل وخلال شهور المورم حامل لابد تعتني بالغذاء الصحي الجيد الغني بالفواكه والغار والحليب والبروتين وتقلل من المقليات تقلل الأم من السكريات من الحلويات من الشوكولاتات وهي حامل تجيع الرضاعة الطبيعية وهذا رجاء خاص لكل أم تسمعني لا تذهب إلى الرضاعة الصناعية في أي حال أحوال رضي التفلق طبيعي قدر إمكان إضغط على نفسك ورضي ولدك طبيعي من أجل صحته في العامين الأولين من عمره ومستقبلا حياته معتمدة بعد الله على اللي هو تعرض عليه في رحمك وخلال السنوات الأولى من عمره زيادة استهلاك الفواكه والحضروات وتقليل وقت الجلوس أمام الشاشة وتقليل استهلاك المشروبات الغازية وزيادة النشاط البدني هذه كل عوام حقيقة سهلة وبسيبغال عزيمة يعني سهل الإنسان يسويها وبسيبغال عزيمة وأنه إنسان يعقد العزم إلى العودة إلى الحياة الصحية بدلا من الحياة التي كثير من الناس يعيشها وهي حياة الأكل الغاز الصحي والجلوس أمام الفاز والاسترخاء الزيادة على اللجوم فيه شيء آخر إنه لما نحن نطل من أولادنا الحرك والرياضة يقول لهم يا ولد امشي يا بنتي قوم امشي ونحن جنسين هذا خطأ يا جماعة لازم نحن نشاركهم نشاركهم من الرياضة لولاد ترى يفرحوا يفرحوا أنهم أبوهم هم يمشوا معهم ترى نفسيا مهم التعزيز نفس يا جماعة مهم ولما نأمرهم يأكل أكل صحي ونحن نأكل والله أكل صحي نقول لا والله أنت سمين أنت تأكل أكل صحي ونحن عادي نجيب حلويات أخوانه يأكلوها هو يقول أنت ما تأكل أنت عشان سمين هذا خطأ يا جماعة لازم التضامن العسري الصحي نمشي مع ولادنا ونأكل أكل صحي مع ولادنا لأنه نحن قدوة لهم نحن قدوة لهم آكل المقليات رجاء نبعد عنه ونستبدله بالمشويات والمسلوب وزي ما قلت لكم لا تنسوا أنه الأب والأم هم قدوة الأطفال والأولاد حتى لو كبر الولد أو البنت ونصبح شاب أو شابة ما زال الأب والأم إلى ما يتوفاهم الله وحتى بعد وفاة الأب والأم بعد أمر طويل هم قدوتهم يفتكروا أبوهم أمهم بالخير يقولوا والله يا أبونا أو أمنا كانت تقول أنه ما تأكل مغليات كانوا ما يجب لنا حلويات كانوا خلوهم يبونا نمشي عشان صحتنا فلا تنسوا أن يخذوا الحسنة وما هو شيء كويس لما الأب كما هي هنا الصورة ما شاء الله سمين ويعني بالبلد كرشته ثلاثة متر يعني صعبة والله صعبة جدا ويقول أولاد أمشي يقول أولادي يا أولادي لا تسمنوا لا صعب لازم نحن قدوتهم وزيما نحن نعمرهم بالأكل الصحي نحن نأكل صحي وزيما نعمرهم بالرياضة لازم نحن نلعب رياضة تدخل الدوائي هو آخر الحلول تدخل الدوائي هو آخر الحلول وهنا لك عقارين متوفرين حاليا في المملكة العربية السعودية للأطفال فوق عمر 12 سنة وهذا العقارين تحسن من مقاومة الإنسولين والإستعداد لخضر الله السوق واحد يسموه عقار متوفرمين اللي يسموه قلوكوفاج والثاني إبر حديثة وسمحت باستخدام الأطفال فوق عشر سنوات نظمة أدوية العالمية سمحت باستخدامها وهذه إبر تحت الجلد في منها يومي في من أسبوعي هي فكرة هذه إبر تقل للشهية لدى الأطفال والبالغين والكبار وتزود من حساسية استقبال الهرمون الإنسولين لدى خلاء الجسم مما لها دور في علاج مقاومة الإنسولين أو لخضر الله من لديه سكر من نوع الثاني نختم حام حاضرتنا هذه بعدة مقاطع والحاجة كثير من الناس يقولوا نحن في السعودية السلمان لأنه مانع برياضة بسبب أن الجو عندنا في سعودية معظم السنة حار ومناخ السعودية حار في معظم مناطق على يعني مثلا أنا في جدة يعني تقريبا ثلاثة شهور أربعة شهور جو لطيف وثمانية شهور جو حار يقول لك الجو حار فين نمشي فين يتحرر يقول لا هذا كلام صحيح لأنه فيما ماشي ما شاء الله أصبحت مماشي كثير وخصوصا بعد المغرب وبعد العشاء أن الجو يكون نطيف وكذلك لا يمنع أنه الواحد يكون في بيته جهاز ماشي سير ماشي ممكن يشترك في الأندية مسبح داخلي ويسبح هو أولاده السباحة ما في أجمل منها ما في ألطف منها وبالتالي هناك صحيح أن الجو حار ولكن في طرق أخرى الواحد ممكن يسويها من أجل أن يلعب رياضة الإنسان يفضل أنه أي واحد عنده ثمنة أنه أقل شيء 30 دقيقة يوميا يفضل ساعة وسأقل شيء 30 دقيقة خمس أيام في الأسبوع من الشيء المهم بالله جماعة الحد من ساعات استخدام التليزون والأجهزة الإلكترونية أكثر شيء مسموع سعاد الأمهات بالله رجاء أنه تهتموا بصحتكم قبل ما تحملوا بوزنكم وكمان الرضاعة الطبيعية وحقيقة الرضاعة الطبيعية هذه نعمة من الله أنعم بها على الأم فلا تحرم طفلك من هذه النعمة الأطباء الأطفال رجاء لا تكثر من استخدام المضادة الحاوية إلا عند الالتهابات البكتيرية وليس أي طفل عنده حرارة ومسخن يعطيه المضادة الحاوية لأنه هذا يغير الميكروبات الحاوية النافعة من نافعة إلى الضرة مما يعدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض منها البذان نتمنى للجميع حقيقة الصحة والعافية وهذه آخر شريحة أنا حطيتها في هذه المحاضرة صحة من الفواكه والزبادي ما في إجمل منه يعني يريد كلنا نبدأ نعود أنفسنا على كثرة استخدام الفواكه والخضار لأن فيها ألياف غنية من الألياف التي تفيد جسمنا وتحمينا بإذن الله من البذانة وفي نفس وقت أكلها جميل وأكلها لطيف ولذيذة الطعم فإلي نغير كلنا سلوك حياتنا هذه سموة تغيير نمط الحياة ونلعب رياضة ونتحرك وناكلك الصحي عشان هذه الظاهرة تختفي بالتدريج وتنقرض بإذن الله تعالى وإذا انقرضت أو اختفت اختفت معها كثير من الأمراض المزمنة الشائعة في بلدنا الحبيب شكرا لإنصاتكم ونتمنى لي ولكم الصحة والعافية وليأولادنا وأولادكم بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة